اهلا بكم عزيزي المشاهدين النهاردة هنتكلم عن مشاكل التلاجات في فصل الصيف التلاجات او الديفريزر المشاكل بتتلخص فيه تشتيت الحرارة في الجزء الخلفي من التلاجات او الديفريزر اسمه المكسف او السربانتينا الخلفية للتلاجات او الديفريزر المشكلة كلها بتبقى لازم يكون فيه فرق في درجة الحرارة ما بين المواسير الخلفية ودرجة حرارة الجو عشان يحصل انتقال للحرارة من المواسير للجو وبالتالت تتخلص من درجة الحرارة وتقدر يكون فيه استطاع المطور انه يعمل تبريد للكبينة الداخلية في الدرجات الحرارة عالية لما تكون درجة حرارة البيت عندنا وخصوصا لما بتكون في المطبخ درجة الحرارة احيانا بتوصل خمسة واربعين او خمسين درجة في بعض المنازل لما بيكونش حواليها مباني وما فيش تكيف مركزي يعمل تبريد للمطبخ فبتكون درجة الحرارة خمسة واربعين او خمسين وبالتالي بتكون فيه صعوبة في تشتيت الحرارة اللي بتكون على المكسف او المواسير الخلفية للتلاجات والمبردات آآ بيكون طبعا الحمل كله على المطور لسببين آآ درجة الحرارة بتكون عالية في الجزء الخلفي وبالتالي المطور بتكون درجة حرارة عالية ثانيا كفاءة التبريد نفسها بتكون اقل لان ما فيش تشتيت للحرارة لان التلاجات ما لهاش مروحة للجزء الساخن او الدائرة السخنة زي المكيفات او التكيفات بتقدر تشتت الحرارة حتى لو الجو حار بالمروحة الموجودة التلاجات والديفريزر ما فيهاش المراوحة الخلفية وبالتالي بيبقى فيه صعوبة في تشتيت الحرارة بيكون ده حملة على المطور لان يعني على كفاءة التبريد نفسها بتكون ضعيفة زي ما بنقول فالمدة التشغيل بتكون اطول يعني لو خدنا البال لان في الشيطة مسلا ممكن تشتغل ربع ساعة وربع ساعة تفصل هنلاقي في الصيف ممكن تشتغل نص ساعة وعشر دقايق تفصل او خمس دقايق تفصل طيب الناس بتحل الموضوع ده ازاي آآ طبعا الشركات بتنصح ان يكون فيه مسافة كافية بين الحائط ومن بين المواسير الخلفية او السربنتينا الخلفية للمبردات او التلاجات طيب المسافة تكون كام في حدود خمسة وعشرين لتلاتين سنتي ولكن دي ما بتكونش كافية لما يكون آآ البيوت فيها درجة حرارة عالية فالمسافة ما بتكونش كافية لازم تبريد آآ خارجي التبريد الخارجي في ناس كتيرة بتحلوا بانها تحط مروحة مخصوص للتلاجة او للدفريزة طبعا هو حل كويس ولكنه مش اقتصادي ومش فعال قوي لكزا سبب اولا المروحة بتبقى شغالة من الصبح بالليل غات ما بيطفيها مسلا بالليل الجو بتحسن فبيطفيها المروحة بتستهل الكهرباء والمروحة نفسها المطور بيستهلك لان شغالة من الصبح بالليل اتناشر ساعة فالمروحة بتستهلك في استهلاك الكهرباء وكمان في نقطة تاني ان التلاجة لما بتفصل بتكون المروحة برضو شغالة ومش ممكن حد يقعد للمروحة اول ما التلاجة تفصل يروح يطفيها واول ما تشتغل يروح يشغلها فطبعا بيكون الموضوع مش مزبوط. احنا النهاردة ان شاء الله هنشوف في الجزء العملي توصيل المروحة بشكل معين تكون كفاءة التبريد عالية من حيث الاتجاه الهوى ومن حيث التوصيلة اللي هناخدها هناخد التوصيلة بتاعتنا منين عشان يكون فيه كفاءة عالية للتبريد. هنشوف دلوقتي في العملي التوصيلة هتكون ازاي والادوات اللي هنعوزها. رجعنا لكم اصدقائي الطلبات اللي هنحتاجها. اول حاجة مطور تبريد ممكن نجيبه من عند اي حد مستلزمات غسلات وتلاجات. زي كده. ده مطور صغير خالص. آآ خمسة واط. يعني مش بيستهل الكهرباء. اهو. خمسة خط. تمام? دي بريشة بتاعته بالآآ الافيز ده. بيبقى جاي معاه. ممكن يتثبت كده على طول المصمرين دول يتثبته هنا في القاعدة. في المكان ده. هنا كده نعمل خرمين ويتثبت هنا تحت المطور لان احنا عايزينه يبقى بالشكل ده. احنا عايزينه يبقى كده. عشان يسحب هوا من تحت لفوق على السربنتينة او المكسف اللي قلنا عليه اللي هو ده. تمام? طيب تاني حاجة هنعوزها معانا مفتاح سويتش. ده عشان نفصل المروحة ونشغلها في الشتاء او في الصيف زي ما احنا عايزينه. تمام? واخر حاجة فيوز هتوصل مع طرف من اطراف المطور عشان لو في اي مشكلة حصلت في المطور. ما يعملش قفلة ويدر حاجة في التلاجة. ويعمل لنا مشكلة في الكهربا. تمام? طيب هنشوف دلوقتي التوصيلة هنا هتبقى ازاي? دي المجموعة بتاعة الكهربا. بتاعة التلاجة. ركزوا معانا كده وهنشوف الطرفين اللي هنوصل بيهم. ده المكسف بتاع المطور. تمام? الطرفين بتاع المكسف اللي هم دول. دول همش نيجي عندهم خالص. احنا هنمشي مع الفيشة المتين وعشرين. دي الفيشة المتين وعشرين. في طرفين ههم طالعين منها. طرف البني. والطرف الازرق. طرف الازرق داخل على المطور على طول. فيه اهو طرف ازرق داخل على المطور على طول. وطالع على دايرة التلاجة. الطرف الازرق اهو معد على المطور وطالع على فشة التلاجة. فشة التلاجة فوق تلاتة طرف. تمام? يبقى عندنا طرف رايح للمطور وطالع لفوق الازرق. وفيه البني. البني ده طالع يغزي دايرة الالكترونية بتاعت التلاجة. ده مش هناخد منه. احنا هناخد طرف الازرق اللي رايح على المطور. من المتين وعشرين رايح على المطور. هناخد منه طرف. وهناخد الطرف التالت. اللي هو نازل من الترمستيت للمطور. يبقى هم دولة الاتنين بتوع التشغيل بتوع المطور. واحد من الترمستيت واحد من المتين وعشرين. خلاص. يبقى عندنا طرفين من المتين وعشرين. طرف طالع له فوق عشان يغزي دايرة التلاجة على طول. وطرف رايح للمطور. خلاص? في تلاتة نازلين من دايرة التلاجة. طرفين متين وعشرين اهو. دول اللي جايين من الفيش المتين وعشرين ازرق وابني. احنا هناخد الطرف التالت اللي بيغزي المطور ده جاي من الترمستيت. لان احنا هايزين المروحة بتاعتنا تشتغل وتفصل مع المطور. خلاص? هسبت هنا سلكتين. وارجع لكم تاني. دلوقتي طلعنا سلكتين. ادي سلكة من غير مقطع اي حاجة. لفتها حوالين الكليبس ونزلت الغطة ده كده. وطلعنا السلكة دي. خلاص? ودي الطرف التاني. اللي هو الفيوز. وصلته بالطرف التاني اهو. برضو ادخلته مع الكليبس ونزلت الكليبس عشان برضو ما نقطعش ولا نعمل حاجة. خلاص? طيب. كده طلعنا طرفين. طرف اهم. وطرف اهم بالفيوز. هنشوف دلوقتي نشغل التلاجة ونشوف الطرف الكهربا. وهي ان نوصله على المفتاح. خلاص? طبعا التلاجة هتاخد وقت قريبا لما تشتغل. بعد ما حط الفيشة. فانا هختبر الطرف الكهربا. اللي هينور معانا مفاكة تست. اهو مفاكة تست زي كده. وبعد ما تشتغل التلاجة نخلي بالنا طبعا الطرفين ملمسوش جسم التلاجة خالص. اهو الطرفين بره كده. والمكسف هنا بعيد. هنشوف اول ما التلاجة تشتغل هنشوف الطرف الكهربا. تمام? وهنوصله مع المفتاح. ممكن اي طرف توصله مع المفتاح. بس هو يفضل الطرف الكهربا. اللي هيدينا اه اشارة هنا. هو اللي يتوصل مع المفتاح عشان في في الشتاء او في الوقت اللي يكون الجو كويس وعايز تلغي الدايرة دي. تفصل كده. يبقى لغيت الطرف الكهربا. خلاص? انا هختبرهم دلوقتي وهوصل للطرف الكهربا بالمفتاح. وارجع لكم تاني. بعد ما اختبرنا للطرف ده. وحطيت الفيشة واختبرت الطرف ده ونور معي الطرف الكهربا. وصلته على المفتاح. ومن المفتاح لطرف المطور. تمام? الطرف التاني وصلناه مع الطرف ده على طول. طبعا في حد هيقول لي تم انت هنا بتختبر الطرف ده والطرف ده جاي من الفيشة يعني لو قلبت الفيشة الحرارة او الكهربا هيبقى ارضي. اه انت كلمك مزبوط ولكن انا حاطت الفيشة على الوضع بتاعها اللي هيبقى سابت على طول مش هيتغير. فانت تحط الفيشة على الوضع اللي انت هتخليه عليها على طول. وتختبر هنا وتشوف الطرف الكهربا توصله على المفتاح. الطرف الارضي هنغض منه فردة كده على طول على المطور. تمام? زي ما قلنا المصمرين دول ممكن نخرم هنا في القاعدة من تحت. في القاعدة هنا من تحت. مصمرين زي كده. اهو. مصمر الناحية التانية اهو. مصمر ده. اهو. مصمر هنا ومصمر هنا ممكن نخرم في القاعدة. بس انا عملت السلكة الحديد الصلب دي. على اساس ان انا هيبقى فيه سهلة ان انا اشيلها وانضف تحتيها. خلاص. عملها بالشكل ده عشان تتسبت كده. اهو يا جماعة مطور كده اتسبت تمام. زي ما انتم شايفين السلك نزل هنا تحت التلاجة وبقى سابت. اهو. خلاص. والطرف المفتاح زي ما قلنا. والطرف التاني يلفين عليه شرية لحيمة اهو. كده مش باقي غير ان احنا نقفل العلبة. بتاعة الكهربا. الم السلك ده كله. واقفلو. وارجع لكم تاني لما نيجي نجرب ان شاء الله. كده انا شغلت التلاجة طبعا خدت عشر دقايه على بال ما تشتغل المطور. بعد ما حطيت الفيشة. زي ما انتم شايفين كده المطور شغال. انا عامل زاوية ميل كده. عشان الهوى ما يطلعش الفوق على طول ويكون في احتكاك ما بين الهوى ما بين السربنتينة على طول التلاجة الفوق. ماشي. زي ما انتم شايفين كده. في زاوية ميل. صغيالة خالص. ناحية التلاجة. زاوية ميل كده. ناحية التلاجة. لو خلتها عدلة الفوق ممكن فيه كمية هوا كبيرة مش هتعدي على السربنتينة. انا عايز الهوى يبقى داخل كده على السربنتينة. تمام? طيب. اه دلوقتي انا معي مفتاح اقدر افصل في وقت في الشتا مثلا او في وقت في اي مشكلة في المطور عادي في صوت في حاجة ممكن افصل. زي كده. كده انا لغيت الدايرة بتاعتنا خالص. تمام? عايز اشغل بشغل. في اي مشكلة تحصل في المطور. في فيوز هيدرب. وكده ما لعبناش في دايرة التلاجة خالص. والموضوع امن جدا. بس نخلي بالنا من الاطفال عشان ما حدش يحط ايده على الريشة. انا شخصيا افضل ان التلاجات تكون في كورنر تبقى فيها المروحة. وفي نفس الوقت ما فيش اطفال يقدروا يدخلوا اديهم. حتى لو المطور مش موجود. الاسلاك دي تكون بعيدة عن ايد الاطفال. ده في حالة انها محطوطة في كورنر. انما لو محطوطة في مكان عادي ممكن اي طفل يدخل ايده هنا. يحصل صعق كهرابي لا قدر الله يعني ولا حاجة. فيفضل تكون في كورنر. ده لو امكن يعني. كورنر زي كده يا جماعة. بنقول زي كده. اهو. تمام? اهو. طيب اه اتمنى ان يكون اضفنا لكم في الفيديو ده وناس كتير استفادت من الناس اللي بتعايني من سخونة التلاجات في فصل الصيف. ويعملوها وان شاء الله الموضوع سهل جدا. اه اه نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما اهو.